قال بالنسبة للموسيقى بتاعة نشهد العلم مش دا الحصل في مؤتمر انصار السلنا قال لمناقشة الدعوة في افريقيا هو هنا ضيعوها المهم قال انا كذول قاعد جوا اقدر غيره كيف ودي حاجة خاصة بالرئيس ما انت مش انت يعني كاسوال كون قاعد جوا هو دا الغلط اصلا انت مشاهد دا غلط ذاته مما ديت الكومساري اثنين جنيه وماشيون غاعدت الصداق المؤتمر حرام والمال دا حرام ذاته فيما انفقه من اين اكتسبه فيما انفقه فيما انفقه انفقه في حرام لانه ماشي مؤتمر اهل البدعة دا اول نقطة تعريفة من البيت اثنين جنيه دي اشتري بيع عشتين قردهم واشرب شاي سادة صحة تمام والله العظيم جد لكن تركب تمشي ليا اهل البدعة هما ما الاكبر الموسيقى اتضربت يا ناس الاكبر اهل البدعة الموجودين عصام احمد البشير عدو السلفية الاول في هذه البلاد يكره منهج السلف اكتر من اليهود والنصارى دا اذا كان اصلا هو بكره اليهود وبكره النصارى ذاته خلاص نمرة اثنين عندك مين دي مشغية وعندك وحيد عبدالسلام بالي دا بشكل الصوفي عديل وبشتم السلفين شيخ ربيع وكده بشتمهم تلقى موجود بالفيديو ومين ابو حراز ذاك سروري بتاع مسجد الغفران بتاع المدرمان المهندسين وكتيرين جدا اهل البدعة قاعدين دا ببدعهم خلي الموسيقى دي بعد داك نمشي الى الموسيقى حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فنحن ما بنقول لو مشيت تصرف كيف ما تمشي اصلا ما بجزلك ومشيك دا اعظم حرمة من الموسيقى اللي اضربت مشيك دا ذاته دا اول معلومة عريفة لكن لو في موسيقى في حتة تانية لانه مشيك هناك حرام ولا وجوب لك هناك في حتة تانية في موسيقى في حتة تانية انت ما عارفها فجأة كده واحد طلع السكسيفون من تحت كرعين وضرب انت تقوم تمشي تقول له حرام وتفوت حلس لكن مشيك هناك اشد حرمة من الموسيقى قال هناك حلقة جديدة في سوك ستة وهي للتكفيرين جماعة سعد نصر فهل يجوز الحضور اليها دا تبعد ايش ما بيستعضر له اصلا ابدا ومن اضل خلق الله الذين خافع النبي عليه الصلاة والسلام منهم على امته هم الخوارج يوم ناس سعيد نصر ديل وديل اكعب من الزوالخويصرة الزمان ديلة ديل اكعب منهم الهسة ديل اكعب من ديك فما بيستعضر لهم ابدا بل تحذر منهم الناس وتنفر منهم الناس وهذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رغم الاله صداك يا قحطان